والفخامة والسموب ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء المنظمات المشاركين في أعمال القمة اسمحوا لي الآن أعلن بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام واسمحوا لي في مستهل أعمال القمة أن ألقي كلامة لمصر بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات أصحاب المعالي الساد ورؤساء الوفود الحضور الكريم نلتقي اليوم بالقاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانياتنا قبل مصالحنا تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص وأقول لكم بصراحة أن شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب بيعون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي منذ السابع من أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرد عليهم عقاب جماعي وحصار وتجوية وضغوط عنيفة للتهجير القصري في ممارسات نبذها العالم المتحدر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتجريمها ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء ودعوني أتساءل بصراحة أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مدنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تجهيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأنرة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة السادة الحضور إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيدان إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية ويخطئ ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر سأكرر أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا الحضور الكريم هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد ألم يقني الوقت للتعامل مع جزر مشكلة الشرق الأوسط ألم يقني الحين ألم يأتي الحين لنبز الأوهام السياسية بأن الوضع القائل قابل للاستبرار وضع الإجراءات الأحدية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف إن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة بادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة شامخة الرأسي تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل واليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض السادة الحضور نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ولذلك فقد وجهت لكم الدعوة اليوم نناقش معا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة الطريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وحياء مصار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية مع العمل بجدية على تدعيم السلطة السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للإطلاع بمهمها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعينهم فداحة الكرثة الإنسانية ويتعلمون من أعماق قلوبهم لكل تفر بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه يأتيه الموت بقظيفة أو قسف أو يأتي بطيئا لجرح لا يجد دوائه أو لجوع لا يجد زاده دعونا نوجه رسالة أمل بشعوب العالم بأن غدا سيكون أفضل من اليوم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسمحوا لي أن أعطي الكلمة لجلالة الملك عبد الله في الاتفاق ترجمة نانسي قنقر